كنت حبة طبعا أتكلم عن تقلق أبناء نادي الزمالك في الخارج في مختلف الألعاب الجماعية ودي حاجة مشرفة لنا جدا جدا وعلى فكرة لو أنا النهاردة هتكلم عن اللعيبة المحترفة في الخارج اللي هم أبناء نادي الزمالك ده إحنا محتاجين حلقات وحلقات كمان علشان نتكلم عن الكوادر الإدارية اللي بتمثلنا والتدريبية كمان ككوادر إدارية والتدريبية اللي بيمثلونا في الدول العربية والإفريقية سواء في الأندية أو في الاتحادات دول عايزين حلقات وحلقات لكن أنا النهاردة هتكلم عن محترفنا في الخارج سواء في اليد أو السلة أو الطائرة خلينا نبدأ بمحمد ناندوح حاشن اللي بيتقلق بشكل كبير جدا ولافت جدا مع فريقه دينامو بوخارست وآخرها كان مبارات إمبارح في مبارات في ماتش طبعا بارشلونا الإسباني رغم خسارة فريقه بدوري أبطال أوروبا لكن قدر ما شاء الله يسجل تسع أهداف ويكون هداف المباراة مش بس كده جاب هدف ولا أروع ولا أروع هدف عظيم فحارس مارما يعني يعتبر أحسن حارس في العالم فطبعا حاجة كانت لفتة جدا وعمل مباراة ولا أروع ومش أول مباراة طبعا ما شاء الله محمد ناندوح حاشن بيقدي أداء ولا أروع من بداية احترافه والحد دلوقتي محمد ناندوح حاشن واحد من أبناء نادي الزمالك مش اللي هو كمان جاي مثلا على فريق المرتبط ولا جاي في سن مثلا 15-16 سنة لا دت ولد جوا نادي الزمالك يعني من وهو عنده خمس ست سنين أول ما بدأ الفرقة اللي هي سنه يعني تكونت في نادي الزمالك هو كان متواجد وكان كابتن الفريق من أول لحظة يعني فطبعا محمد ممدوح حاشن واحد من أبناء النادي وطبعا والده الله يرحمه كابتن ممدوح حاشن واحد من نجوم الجيل الزمالك وطبعا يعني زي ما بيقولوا كده بعد ما بيتولد بياخدون نادي على طول محمد ممدوح حاشن يعني طبعا فواحد من أبناء نادي الزمالك اللي بيتقلقوا بشكل لافت في بطولة أوروبا ومعنا دي طبعا دينامو بوخارست كمان محمد سند ماشاء الله متقلق بشكل كبير جدا جدا في الملاعب الفرنسية وقدر يقود فريقه طبعا نيم الفرنسي لدور الستاشر في الدوري الأوروبي بعد ما سجل ما شاء الله عشر أهداف بعد الفوز على يورو فارم بلاستر في آخر مباراة ومش بس كده محمد سند واحد من هدفين الدوري الفرنسي أو هدف الدوري الفرنسي كمان وعام المباراة طوال أروع مستوى ما شاء الله لافت ربنا يحافظ عليه يعني ويكمل على كده ودايما بقول محمد سند واحد يعني من الوينججرايت اللي بجد على مرة تاريخ لا يمكن هتنساهم لأنه من الناس اللي مع المدرسة الحديثة كمان للهندول كان قابليه أحمد لحمر أحمد لحمر بيلعب أكتر باكرايت ولكن سند في الوينجرايت من الناس اللي بجد يعني ما شاء الله كمان مع المدرسة الحديثة زي ما بقوله حضراتكم في الهندول بقيننا بتناعتمد على الخط الأمامي بشكل كبير اللي هما طبع الوينجلافت والوينجرايت والدائرة ما شاء الله ما فيش مباراة غير لما بيبقى خارج جايب 8-19 أهداف سواء مع المنتخب أو النادي فمحمد سند واحد من الوينجات رايت اللي زي ما بيقول الكتاب يعني كمان محمد علي حرس مارمو فريق يد الزمالك أصابق والمحترف نادي أنجاي الفرنسي أو أنجاي الفرنسي بيقدم مستوى رائع مستوى محترم جدا ولافت بشكل كبير جدا بنتمنى له طبعا كل التوفيق والموسم اللي جاي يكون في الدوري الممتاز ويعمل أداء ولا أروع لأن محمد علي من حراس المارمو طبعا هو واحد من أبناء نادي الزمالك وزي ما قلت زي ما كنت بكلم على محمد نضوح حشم موليد 88 فريق 88 هو كان كابتن الفرقة من أول ما الفريق تكون كمان محمد علي نفس القصة من أول ما تكون فريق 92 داخل نادي الزمالك يعني وهم عندهم خمس ست سنين وهو داخل نادي الزمالك ومن أبناء نادي الزمالك اللي طبعا يعني عارفين يعني إيه من تيشرت الزمالك متربيين على المكسب على الانتصارات على الفوز متربي على فكرة اللعبة على بطولة اللعبة تحت ضغط لأنه بيلعب في نادي جماهيري فمحمد علي طبعا واحد من أبناء نادي الزمالك بنتمنى له كل التوفيق في مسارته الاحترافية تعالوا روح بقى للفالي ريدا هيكل نجم الزمالك السابق طبعا للكرة الطائرة ونجم نادي ساسكا سوفيا البولغاري الحالي طبعا واللي تقلق بشكل كبير جدا في دوري السوبر البولغاري وحصل على أفضل مسجل نقاط وأفضل إرسال عامل مباريات ولا أروع متقلق بشكل كبير جدا جدا ما شاء الله وطول الوقت اللي متابع ريدا على الساشن ميديا وكمان متعايش مع الحياة هناك بيحاول أنه هو يتأقلم بشكل كبير مع الغربة ويتأقلم بشكل كبير طبعا الجو هناك برد طول الوقت فيه تلج احنا بنشوف طبعا الستوري بتاعة ريدا هيكل الظروف المناخية هناك صعبة جدا جدا ولكن ريدا بيحاول يتأقلم على فكرة الاحتراف والغربة لأنه يا جماعة مش أي حد يقدر يتأقلم مع الاحتراف والغربة ممكن يتبقى موهبة عظيمة جدا جدا لكن يروح ما يقدرش يتأقلم على الغربة ولكن ده مش أول مرة الريدا ريدا احترف قبل كده ففاهم يعني إيه الاحتراف وفاهم يعني إيه التأقلم مع فكرة الغربة وإن أنا لازم أثبت نفسي وإن أنا لازم أكمل مسارتي الاحترافية لأن ده تاريخ أنا بسطره فائل سيفي بتاعي طيب تعالوا روح لكرة السلة تقلق مهابي ياسر اللافت يعني اللي احنا بنفتقده طبعا بشدة أنه هو يكون متواجد مع فريقنا ولكن وكان عامل موسم استثنائي والله أروح وطول الوقت أنا لما بكلم عن مهابي ياسر بقول أنه أنا اتفاجئت لما جيت استضافته وعرفت سنه بعد كده أنا بشوف أنه هو ما شاء الله ليدر جوه الملعب عنده شخصية 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 نجم شخصية قائد جوه الملعب يعني ما شاء الله مهاب مثلا لو بتتكلم أنه عشرين واحد وعشرين سنة تقريبا يا شباب يعني ما شاء الله ده لما يبقى عنده ستة وعشرين سبب وعشرين سنة هيبقى شوية زي أنس قسامة وزي عمر هشام وزي كيزو طبعا زي الناس دي أنت بتحس أنه هو شخصية ليدر جوه الملعب فطبعا مهابي ياسر واحد من الناس اللي كان مستواه لافت بشكل كبير جدا ما حسدش أنه متصعد للفريق الأول لما كان معاهم الموسم اللي فات وقدر ياخد مع الفريق دوري السوبر والبطولة الإفريقية تحت رعاية الـ NBA الأول مرة فمهابي ياسر لعب موهبة ليه شخصية جوه الملعب ليه تقلو تقلو بلغة الرياضة كده أنت بتحس أنه لعب تقيل جوه الملعب ما شاء الله عليه يعني لما مثلا حتى لما جاءوا استضافتوا هنا سألتوا في الموضوع ده السلسيات إحرازوا للسلسيات السلسيات دي عايزة تدريب عظيم جدا عايزة أن أنا حتى لما أبدأ أجرب السلسيات أو لما أنا كون لعب صغير لما أجي أشوت سلسية أشوتها في ماتش طبعا يعني الناس في الباسكت فاهمين أكتر مني مليون مرة بس حتى لما أجي أشوت سلسيات زي مثلا في الهانبول لما أجي ألف في الكورة دي حركة يعني مهارية شوية محتاجة أن أنا أجربها في ماتشات أسهل شوية وبعدين أبدأ أتدرك بيها لحد ما أقدر أن أنا أحرز أو أحرز سلسيات في ماتشات صعبة فلا هو ما شاء الله مجرد ما بيشوت السلسية أنت ما تحسش أنه ده لعب متصعد ربنا يحميه عنده شخصية وعنده سبات وبيقف يشوت السلسية ومش اللي هو إيه يلا أنا هشوت السلسية وأجرب لا يعني هو بيعملش كده عندنا كمان ما شاء الله في الموضوع ده متقلق جيد ده أنا أحمد ياسر عبدالوهاب النس دي بيشوت السلسية كده يعني اللي هو أنا يلا نجرب بقى وإحنا وبختنا لأ دي محتاجة تدريب كتير جدا محتاجة تركيز محتاجة أن أنا أخذ مساحتي وانا واقف بستغل صغرة دفاعية معينة يعني فطبعا مهابي ياسر ما شاء الله عليه ربنا يحميه في آخر مباراة أحرز خمس دقات عمل تسعة لباوند اتنين أساسة واحد ستيل مع جامعته طبعا في دوري الجامعات الأمريكي عمل مستوى ولا أروع ولا أروع يعني حاجة محترمة جدا جدا تخليك أو حاجة تدعو للفخر أن أبناء نادي الزمالك في الاحتراف عاملين حاجة محترمة جدا وده لو يقول يقول لك إيه أن أبناء نادي الزمالك متأسسين صح متأسسين من وهم صغيرين في الناشئين بشكل احترافي بشكل صح بيلعبوا في نادي جماهيري اسمه نادي الزمالك وهو يعني من أعظم اتنين أندية في مصر يعني وفي أفريقيا وفي الوطن العربي فبالتالي عندهم يعني إيه أنا بالعب على المكسب يعني إيه دخط الفوز يعني إيه دخط المباريات يعني إيه دخط اللعب على بطولة اللعب تحت ضغط عندهم حب المكسب والانتصار هدفهم دايما إنهما رقم واحد أنا مش داخل أمثل تمثيل مشرف ولا داخل ألعب على المركز الثاني ولا داخل اللي هو يلا احنا ونصبنا لأ احنا نادي الزمالك احنا نادي الزمالك مهما يحصل كباوات مهما يحصل اخفاقات مهما تحصل هزيمه لكن نادي الزمالك هيفضل نادي الزمالك على مر التاريخ كان عظيم كبير جدا 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 بالتأكيد وطول الوقت ولاده لازم يبقوا فاهمين كويس قوي انحنا بنلعب على المكسب بنلعب على الفوز بنلعب على بطولة ولا عمرنا بتوع تمثيل مشرف ولا بنلعب على مركز تاني ولا كلام ده خالص فده بيبقى انت لما بتلعب في نادي جماهيري عموما بيبقى ده جواك انا النهاردة داخل بلعب على بطولة بلعب على مركز اول مش تمثيل مشرف فلما ولادنا بيطلعوا الاحتراف بياخدوا نفس الفكر ده معهم فبالتالي وطول الوقت بيبقى بيلعب على الفوز والمكسب والبطولة وفاهم يعني ايه ضغط الجماهيري وفاهم يعني ايه اللعبة تحت ضغط فولدنا يعني بيمثلونا تمثيل مشرف ومحترم ويدعو للفخر بشكل كبير جدا نزق في الهنبول في الفولي في الباسكت وبنتمنى لهم كل التوفيق وطول الوقت صحيحنا مفتقدينهم جوا نادي الزمالك ولكن بنتمنى لهم كل التوفيق وطول الوقت بندعمهم علشان يفضلوا في مكان عالي جدا وفي صورة محترمة ومشرفة وهم قريدي بيعملوا ده بنتمنى لهم كل التوفيق وليهم منا كل الدعم والتقدير بإذن الله